مع اسم الله الحميد بسم الله الحميد سبحانه وتعالى هذا الباب العظيم أيها الأحبة وهو باب المعرفة بالخالق سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وعندما حقيقة نفتح كل اسم جديد من أسماء الله تبارك وتعالى كأننا نقع على كنز من كنوز المعرفة والمعرفة بالله جل وعلا المعرفة بالخالق سبحانه وتعالى اسم الله الحميد في مراجعة سريعة ذكر في كتاب الله تبارك وتعالى ستة عشر مرة ستاشر آية من كتاب الله تبارك وتعالى ذكر اسم الله الحميد والفارق بين المتح والحمد أن الحمد أعم وأصدق في السناء على المحمود من المتح لأن الحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه ولهذا ربما تمدح إنسانا وأنت لا تحبه ولكن الحميد سبحانه وتعالى الحمد مأخوزة من الحمد والحمد أعم وأشمل مع الحب الشديد للخالق سبحانه وتعالى الحميد سبحانه وتعالى معناه في حق الله سمانية أوجه تتضح لنا معنى كلمة الحميد عندما نذكر هذه الأوجه أولها أنه هو المحمود على كل الأحوال المحمود على كل الأحوال في الصراء وفي الضراء سبحانه وتعالى وهذا لا يكون إلا للحميد سبحانه وتعالى كما في حديث سعد بن أبي وقاس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجبت من قضاء الله عز وجل للمؤمن إن أصابه خير حمد ربه وشكر وإن أصابته مصيبة حمد ربه وصبر المؤمن يؤجر في كل شيء حتى اللقمة يرفعها إلى في امرأته كلمة الحمد لله أيها الأحبة كلمة عظيمة جدا 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 عندما تكون خارجة من القلب مع حب المخلوق سبحانه وتعالى عندما تقول الحمد لله خالصة من قلبك فهي كلمة عظيمة جدا وثوابها كبير جدا المعنى الثاني من معاني اسم الله الحميد أي أن حمده يستدعي الحمد عندما توفق لأن تقول كلمة الحمد لله خالصة من قلبك فهذه نعمة أخرى من الله تستحق الشكر بل هي من أجل النعم اسمع لكلام النبي بعد أن تصلي عليه ما أنعم الله تعالى على عبد النعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطي أو أعطى أفضل مما أخذ منه ما أنعم الله تعالى على عبد النعمة النعمة تكون بالسراء والضراء أيها الأحبة السراء والضراء أحيانا تكون المضرة التي تراها أنت مضرة هي نعمة من الله لك تستحق الشكر وأنت لا تدري ما أنعم الله تعالى على عبد النعمة فقال الحمد لله إلا إذا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ لأن قول الحمد لله نعمة من الله فلولا توفيق الله وإعانته لما قام بحمده أحد والمحمود عليه كذلك نعمة من الله وهي ما تسمى بمتوالية الحمد حمد دائم وشكر دائم له سبحانه وتعالى لأن نعمه نتقلب فيها تطرى ليل نهار لا تكاد تنقطع فروا بن أبي الدنيا في كتاب الشكر عن بكر بن عبد الله ما قال عبد قط الحمد لله إلا وجبت عليه نعمة بقوله الحمد لله فما جزاء تلك النعمة جزاؤها أن يقول الحمد لله أن وفقه لأن يقول الحمد لله مرة أخرى فجاءت أخرى ولا تنفذ نعم الله عز وجل أبدا كذلك لابد أن يكون العبد دائم الحمد لربه دائم الحمد لربه لكن بعض النعم أجل من بعض فنعمة الشكر مثلا أعظم من نعمة المال والولد والجاه وكذلك نعمة الصبر نعمة الشكر ونعمة الصبر أفضل من نعمة المال والولد والجاه قال ابن رجب اسمع هذا الكلام بعد أن تصلي على النبي المصطفى قال ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم المراض بالنعم النعم الدنيوية كالعافية والرزق والصحة وضفع المكروه ونحو ذلك والحمد من النعم الدينية أو المعنوية وكلاهما نعمة من الله تعالى لكن نعمة الله على عبده بهدايته لشكر نعمه لشكر نعمه بالحمد عليها أفضل من نعمة الدنيوية نعمة الهداية ونعمة التوفيق ونعمة الدعوة إلى الله ونعمة أن توفق لأن تكون على طريق الله سبحانه وتعالى هي أفضل من نعمة المال والولد إلى غير ذلك من النعمة الدنيوية نعمة الشكر نعمة الشكر لأن تكون شاكرا قلبا زاكرا ولسانا شاكرا أن توفق إلى ذلك فهي نعمة من الله تبارك وتعالى أفضل ومن أجل النعم أن تقول الحمد لله خالصة من قلبك المعنى الثالث الحميد سبحانه وتعالى هو الذي يضاعف ثواب حمدك أضعافا لا نهائية حميد يعطي عندما تقول الحمد لله يعطيك ثوابا لا نهائي انظر إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال إذا آوى إلى فراشه الحمد لله الذي كافاني وآواني الحمد لله الذي أطعمني وساقاني الحمد لله الذي من علي وأفضل اللهم إني أسألك بعزتك أن تنجيني من النرف فقد حمد الله بجميع محامد الخلق بجميع محامد الخلق هذا الحديث صحيح أخرجه الحاكم وابن السني في عمل اليوم والليلة والبيهقي في الشعب كما في السلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله يعني عندما تحمد الله سبحانه وتعالى على أي شيء على أن يرضى منك سبحانه وتعالى الحميد أن تحمده على اللقمة عندما تشرب الشربة أو تطعم الطعام وتقول الحمد لله يرضى منك ذلك يرضى منك ذلك الحميد سبحانه وتعالى من أكل طعاما اسمع من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه الحميد سبحانه وتعالى ومن لبس سوبا فقال الحمد لله الذي كاساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر الحميد سبحانه وتعالى في حديث آخر قال رجل الحمد لله كثيرا فأعظمها الملك أن يكتبها وراجع فيها ربه فقيل له اكتبها كما قال عبدي كثيرا كما قال عبدي كثيرا في حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن الحمد المضاعف البالغ ما لا يبلغه أي حمد ألا أدلك على ما هو أكثر من ذلك من ذكرك الليل والنهار النبي صلى الله عليه وسلم يخبر لسيدنا أبو أمامة ذلك قال تقول الحمد لله عدد ما خلق الحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض إلى غير ذلك من هذه متوالية الحمد الحمد لله حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه أعظمها الملك الملك وظل يكتبها وراجع فيها ربه فقال له ربه اكتبها كثيرا كما قال عبدي كما قال عبدي هذا من معاني اسم الله الحميد الذي يضاعف سواب الحمد أضعافا لا نهائية نكتفي بهذا القدر على أن نكمل مع اسم الله الحميد صلى الله أن يعرفنا وإنه